بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على رسول الله أشرف الخلق والملسرين مشكورين على الحضور مشاء الله الحضور اليوم يعتبر قوي تبارك الله إن شاء الله تكون ندوة ممتعة ومفيدة بداية نشكر هيئة أسواق المال على تعاونكم معنا أنتوا صعبين المنال بس الحمد لله تعاونكم كان وايد وايد راقي مشكورين ندوتنا اليوم عن التقنيات المالية تحت مضلة هيئة أسواق المال اللي هي الفنتك التقنيات المالية الفينانشال تكنولوجيز نحن نشوف الحين العالم ما شاء الله صار واحد سريع وبدوا يمشون في الفينانشال تكنولوجيز اللي هي التقنيات المالية عادة السوق يمشي أسرع من المشرعين في كل العالم ويأتي دور المشرعين بعد ذلك والحمد لله المشرعين في هيئة أسواق المال هي جهة حكومية ونحن نفخر أن عندنا مثل هذه الجهات الحكومية اللي تناطح صراحة القطاع الخاص وفي مستوى قطاع الخاص فالمشرع كان بادي في برنامج التقنيات المالية من 2019 ولكن مع الدراسات وأتت كورونا تم تأجيلها ولما ردت الحياة المهنية طبيعية تم الانتهاء منه في 22-23 ودش في شكله الأخير في جولاي شهر 7-2023 ودخل حيز التنفيذ في يناير 24 اليوم حين تقريباً صار لخمس شهور كاملة صلحوني إذن صاحب علم فأول شيء نشكركم على جهودكم وعلى أثر ذلك تم وضع وحدة منفصلة في هذه أتواق المال تكون مسؤولة عن ذلك النطاق والنطاق التشريعي طبعاً أتت نطاق التشريعي عشان يزيد الثقة أو يزيدون الثقة في المستثمرين ويزيدون الثقة في الشركات اتجاه مسؤولية المستثمرين ويكون هناك شفافية أعلى فمعاننا فريق وحدة تقنيات المالية برئاسة الأخت زهراء رياض الموسى وكذلك بعدها الأخ عبد الله محمد الشامري وأخيراً الأخت ألطاف حبيب الفرج زهراء بس أعطيكم بريف عن البيوغرافيز أو خنقول السي في مالهم الأخت زهراء خريجت تخصص أمايتي 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 من جامعة كالرادو ودشت خنقول في سلم الوظيفي كامل في هيئة سواق المال وتدرجت حتى أصبحت رئيسة هذه الوحدة الأخ عبد الله عبد الله أنت خريج جامعة إدارة أعمال مش جامعة تامبا في أمريكا ودش كذلك هيئة سواق المال عن طريق دورة تدريبية وصعد في السلم الوظيفي حتى أصبح محلل أول في وحدة التقنيات المالية وأخيراً ألطاف تخريجت جامعة أيوان في الكويت ونفس الشيء دخلت دورة أسواق المال هيئة سواق المال ومن ثم تدرجت في السلم الوظيفي وحالياً هي ألطاف محلل وحدة التقنيات المالية في هذه الندوة أتوقع أن أنا رح أكون دوري جداً محدود في أني أنا حاطة محاور لكن ما شاء الله لقيتم وين مرتبين أتوقع حتى ما أقدر أني أسأل المحاور فرح أكون دوري جداً محدود في إدارة الحوار وتفضلوا الآن مكانكم يعطيك العافية أختي هيا أول شيء نحب أن نشكر الجمعية الصادية الكويتية على الاستضافة وإن شاء الله بنحاول اليوم يعني أحنا يمكن هيئة سواق المال كمشرعين وايض عندنا مصلاحات يمكن ثقيلة أو قانونية فبنحاول أن نشرح الموضوع بطريقة بسيطة يمكن صعب أننا نغطي كل الأنظمة واللوائح المعنية بالتقنيات المالية فرح نستخلص منها النقاط الرئيسية فرح نتكلم شوية بالبداية نعطي تاريخ التقنيات المالية اللي هي الفينانشل تكنولوجي شلون بدت وين واصلين احنا اليوم كفينانشل تكنولوجي لأن احنا عارفين أن التكنولوجيا جداً سريعة وسنة عن سنة قاعد تصير أسرع وأسرع فرح نشوف تطور التكنولوجيا تحديداً بالقطاع المالي بعدها رح ندخل على الإطار التنظيمي للتقنيات المالية وتحديداً اللي ينظم خدمتين اللي هم التمويل الجماعي القائم على أوراق المالية أو اللي بالانجليزي Securities Based Crowdfunding والخدمة الثانية اللي هي مستشار الاستثمار الآلي أو الروبو أدفايزري يمكن رح تشوفوا نحنا مرة نقولها بالعربي مرة نقولها بالانجليزي متعارف عليه دايماً الإنجليزي خاصة لما نستخدم مصطلحات كالتكنولوجيا وبآخر شي رح نتكلم عن مرحلة التطبيق الأولي اللي أطلقتها الهيئة بنهاية سنة 2023 رح نعطيه تايم لاين شون طريقة التطبيق كون أن تقنيات المالية شي يديد بالهيئة خنقول وتنظيمها يديد بالكويت فراح نبلش مع أخوي عبد الله رح يسوي لكم استطلاع سريع فإذا ممكن بس تسوون سكان بالتليفون تبطلون الكاميرا وتسوون سكان البار كود بساكم الله بالخير جميعاً أنا بس أبي أتأكد إذا الكل صور الكوار كود ودخل على الأول سؤال على الأساس نقدر نبلش نعطيه 10 ثواني زيادة تمام فهو سيرفي بسيط عبارة عن أسئلة ودنا نتعرف بشكل بسيط وسريع عن الحضور ومدى المعرفة بالتقنيات المالية أو مدى المعرفة بالخدمات المالية بشكل عام فالمفروض الآن نطلع عليكم أول سؤال وهما تقريباً خمسة وستة سألة فرح نعطي حق كل سؤال تقريباً 30 ثانية ونتقل حق السؤال اللي بعده تمام رح ننتقل إن شاء الله حق السؤال اللي بعده أوترى الهدف من هالاستطلاع بس عشان نعرف شنو خنقول يعني لبل المعرفة خلفية شوية عن الحضور عشان نعرف يعني شون كنت أوجهنا بالكلام تمام نتقل حق السؤال اللي بعد إن شاء الله طبعاً الحلو إنه ما نعرف من قاعد يجاوب أي فالحين هذا السؤال كيف تقيم معرفتك بعالم الاستثمار فهو عبارة عن سكيل من صفر إلى عشرة فصفر قليل المعرفة وعشرة محترفة بعالم الاستثمار والكل يقدر يختار يعني ما بين هالتو ديمانشن تمام حين شاء الله نتقل حق السؤال اللي بعده فالحين السؤال إنه هل إذا استخدمت خدمة من خدمات تقنيات المالية من قبل أوكي الأغلبية قالوا نعم فالسؤال الأخير الحين هذا السؤال يقدر يكتب الإجابة إذا جاوب نعم إن استخدم خدمة من خدمات تقنيات المالية فشنو الخدمة اللي استخدمتها واستخدمتها إنه يعني تكون مسمى هذا الخدمة على سبيل المثال دجتال بانكي أوكي 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 المترجم للقناة 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 يمكن أفضل تعريف لها الرغمنا ممكن نسميها باللغة العربية فهذا العصر دائما يسمونه اللي هو نسمها قلت عصر ديجي تايزيشن هذا الانتقال ولد أو حسن من الخدمات المالية فطلعت عندنا أول كلادي الكارت في 1950 دانيرز كلاب طلعت عقوبة طبعا من الكينكسبرس وغيرها بعدها طلع عندنا الاتم سنة 67 واستمر أيضا هذا التطور وأيضا ولد عندنا أو إنشاء أول سوق أوراق مالية رقمي الناس ذاك بسنة 71 ولقبل كانت الناس تدداول أوراق مالية نسمها كالعارف بطريقة يدوية استمر أيضا التطور في عنصر توافر المعلومة وطلع عندنا الانترنت فترة منتصف التسعينات فتحسنت أيضا مع الخدمات المالية وطلع عندنا الـ Online Banking اللي كان أول بنك طلع على الـ Online Banking كان ويلس فارغو وأيضا تبعها بانك أفا أمريكا وغيرها من البنوك منتصف التسعينات تقريبا وطلعت عندنا أول خدمة مدفوعات في سنة 98 اللي هي الـ PayPal فأيضا كان هذا تطور في عنصر ثاني بجانب توافر المعلومة وتطور هذا العنصر كان خاصا بالفترة الأخيرة يمكن بالعشر سنوات اللي فاتت وكلنا قاعد نشاهدها الحين التطور اللي صار في هذا العنصر اللي هو الـ Computing Power أو قدرة الحاسوب ولد عندنا تقنيات جديدة وحسن من الخدمات المالية بشكل جدا كبير فنفس ما قلت الـ Computing Power أو قدرة الـ Computing Power تطورت بشكل كبير ولدت عندنا تقنيات جديدة نفس الـ Blockchain Technology واحدة من التقنيات اللي على أثر هذه التقنية طلعت خدمات أيضا جديدة من مثل الـ Crypto Assets أو Cryptocurrency اللي هي نفس ما نشوف العملات المشفرة الـ Bitcoin, Ethereum وغيرها وأيضا الـ Virtual Assets بشكل عام أو الأصور الافتراضية وأيضا التطور في الـ Computing Power طلع عندنا أو طلع عندنا التقنيات المتعلقة للذكاء الاصطناعي على Artificial Intelligence و Machine Learning و Deep Learning والأللمز وغيرها من الأمور وحتى الشركات اللي حين نقدم كلنا قاعد نسمع الحين عن شركة Nvidia يمكن هذا أكبر منتج حق الـ GPU اللي هي قدرة الحاسوب واللي تم استخدامها بدرامج الذكاء الاصطناعي OpenAI وغيرها من الشركات فهذه الطفرة اللي صارت في التقنيات أظهرت عندنا مفهوم أو ارتبط مفهوم التقنيات بالخدمات المالية وليش ارتبط هذا المفهوم؟ لأنه حسن من الخدمات المالية بشكل كبير وصل إلى شرائح من المجتمع ما كانت توصل لها الخدمات المالية من قبل وأيضاً نقدر نقول خلى باستطاعة الشركات البسيطة الـ Startups الصغيرة الناشئة أنها تقدم الخدمات المالية يعني الشركة ناشئة ممكن بإمكانيات بسيطة طبعاً بسيطة بوضنها أو وقتنا الحالي يقدر يقدم خدمات كانت تقدمها في السابق أو كانت مقتصرة فقط على الشركات الكبيرة فمن هذا المنطلق يمكن أفضل مفهوم الحين نقدر نعرف التقنيات المالية بوضع الحالي طلع هذا التعريف من خلال صندوق النقد العربي بسنة 2020 فعرف التقنيات المالية هي استخدام وسائل التقنية لتقديم الحصول على الخدمات المالية بما يدد إلى تعظيم الاستفادة لكل من مقدم الخدمة ومستفيد منها فالنس ما ذكرنا بالنهاية تحسنت الخدمات المالية تعظمت الاستفادة منها وصلت إلى شرائح أكبر وقلل لفريكشن على الشركات حتى مقدمي الخدمات يعني قلل من التكاليف التشغيلية لتقديم هذه الخدمات وهذا المقصد بمفهوم التقنيات المالية والحين إن شاء الله سأتكلم عن مشروع الهيئة أو الإطار التنظيمي لتقنيات المالية يعطيك العافية عبد الله متصدر وهو الماركت أكثر خنقول مجهور أو فيه نضوج بالماركت اللي هو معني بالبيمنت سيستم لأنها مثلا خنقول كدماند الشريحة اللي مستخدمها هي كافة شرائح المجتمع فدايما نحن نشوف التطور فيه وهو أكثر وهو اللي احنا عارفينه ويمكن حتى هذا تبين بالاستطلاع إن الكل جاوب على موضوع البيمنت فأحنا كهية أسواق المال أحنا بموجب قانوننا معنيين بتنظيم أنشطة الأوراق المالية فالإطار التنظيمي للتقنيات المالية اللي حطتها الهيئة أحنا عندنا يمكن قانون الهيئة ولا أحد تنفيذية عبارة عن مجموعة كتب كل كتاب معني بموضوع فالكتاب 19 هو آخر كتاب صدرته الهيئة بمسمى تقنيات المالية هذا اللي طلع شهر 1-2023 وهو نظم خدمتين اللي راح نتكلم عنهم اليوم اللي هي التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي الكتاب لما نطلع شهر 1-2023 عطى فترة سنة عساس أن يدخل حيز التنفيذ اللي هو شهر واحد من هالسنة فهو شيء يديد يعني يديد خنقول على الهيئة يديد على السوق الكويتي يديد على الكويت بشكل عام فلهذا سبب يعني قاعد نحاول أنه أو يعني طلعنا بهالخدمتين بالبداية وفي خطة أنه يكون في رؤية وخطة خنقول طويلة المدى أنه يكون في خدمات ثانية تقنيات الخدمية خنقول اليديدة اللي ما شاهدت بضلط طبعا على حسب تطورات أو شيء تقنيات لذلك ما شفنا التطورات سريعة واللي موجود بالسوق عليها ديماند بضلط فعندنا فيديو بس سريع يمكن يشرح اللي احنا قاعد نتكلم عنه بس بصورة أوضح التقنيات المالية تعني استخدام التكنولوجيا في تقديم الحلول والخدمات المالية وإيصالها للمعنيين بها بالآليات والشروط المناسبة خدمتا التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية مستشار الاستثمار الآلي هما أولى الخدمات التي تنظمها أحكام الكتاب التاسع عشر من كتب اللائحة التنفيذية من قانون هيئة أسواق المال تساعد تلك الخدمات المقدمة من خلال التقنيات المالية المبتاكرة على تنويع الاقتصاد الوطني تعزيز الشمول المالي تطوير خدمة الاستشارات المالية وتقديمها لأوسع شريحة ممكنة من فئات المجتمع إيجاد قنوات تمويلية واستثمارية جديدة وتعزيز سيولة السوق الارتقاء بكفاءة الصناعة المالية اتساع وتنوع نطاق الخدمات والمنتجات المالية المقدمة وتيسير شروط الحصول عليها احرص على التواصل مع الهيئة لمعرفة متطلبات وآليات تقديم والحصول على هذه الخدمات مع تحيات هيئة أسواق المال فهذا بشكل عام يلخص الخدمات التي تنظمها الهيئة يمكن بس بدون ما أدخل بالتفاصيل بس اللي ذكرتها أختي هيئة الهيئة بلشت كمشروع من سنة 2019 اللي وصل إلى نتيجة إصدار الإطار التنظيمي حق هالخدمتين بالكتاب التاسع عشر وهذا كان أحد أهم أهداف المشروع وطبعا من أحد أهم أهم الأهداف اللي هو دعم رواد الأعمال بمجال التقنيات المالية في دولة الكويت يمكن الكلمة اللي احنا نربطها معها لما نقول تقنيات مالية اللي هي شمول المالي شنو الشمول المالي؟ شمول المالي أن الخدمات المالية توصل حق أكبر من فئة من المجتمع وما تكون محصورة على فئة معينة مثل يمكن بعض من الخدمات الاستثمارية التقليدية في مثلا ناس معينة هي اللي نشوف خنقول سواء عندها القدرة أو من ناحية مالية أو من ناحية خنقول توعوية أو ثقافة مالية أنها توصل حق هذه الخدمات ففكرة التقنيات المالية والطريقة اللي نظمتها الهيئة بالكتاب التسعة عشر أنه توصل مثل ما قد حق شريحة أكبر متطلبات كتقديم خدمة تكون نوعا ما أقل ففيها دعم حق رواد الأعمال منها الناحية وهم فيها دعم حق رواد الأعمال من حيث طريقة عمل اللي هو الكراود فندين اللي راح نتكلم عليه إن شاء الله بع شوية فهذه أهم الخدمتين اللي نظمها الكتاب التسعة عشر اللي هو كراود فندين وديجيتال فينانشل بالضغط راح تسمعون نحن واحد مرات نقول روبو أدفايزري مرات نقول ديجيتال فينانشل أدفايزري وهو نفس الشيء يعني بالنهاية الفكرة واحدة فراح حتكلم عبدالله عن بشكل سريع عن الكراود فندينج شون طريقة عمل الكراود فندينج وشون الهيئة نظمته فالتمويل الجماعي باختصار وبشكل موجز هو يعني الاسم مستوحى من الفعل ذاته فهو باختصار وهو عملية توجه فرد أو شركة أو شخص اعتباري إلى الجمهور للحصول على التمويل تعدد غايات التمويل وتعدد نقدر نقول العوائد المتوقعة على الممولين ولد أنواع مختلفة من التمويل الجماعي لكن النوع اللي تنظمه أو تقتصر على تنظيمة الهيئة وهو التمويل الجماعي القام على الأوراق المالية ونقصد بالتمويل الجماعي القام على الأوراق المالية وهو توجه شركة أو شخص اعتباري إلى الجمهور للحصول على تمويل لغرض مشروع تجاري لغرض تمويل مشروع تجاري ومقابل هذا التمويل يتم أو التنازل الشركة أو الشخص الاعتباري يتنازل عن جزء من رأس ماله لصالح المستثمرين أو الممولين فهذا اللي احنا نقصد بالتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية يمكن نحن في فيديو ممكن يوصل إن شاء الله أيضا الصورة بشكل أوضح التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية هو أحد خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة في كتابها التاسع عشر من لائحتها التنفيذية وتقوم الخدمة على تمكين الشركات من التوجه للجمهور للحصول على تمويل لمشاريعها عن طريق التنازل عن جزء من رؤوس أموالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية وذلك بطرح مشاريعها عبر منصة تمويل جماعي مسجلة لدى الهيئة كالمثال التوضيحي التالي تقوم الشركة الطالبة للتمويل بتعيين شركة استشارات مرخصة من قبل الهيئة لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع محل الطرح وترتيب جميع المستندات تمهيدا لتقديمها إلى منصة التمويل الجماعي المسجلة لدى الهيئة تقوم منصة التمويل الجماعي المسجلة لدى الهيئة بالتأكد من استيفاء المشروع لجميع المتطلبات والشروط ومن ثم تقوم بإدراجه على المنصة لتمكين المستثمرين من الإطلاع عليه يتم استقبال وتحصيل الأموال من المستثمرين من قبل وكيل الاكتتاب المرخص من الهيئة والمعني بإدارة عملية الطرح وتحويلها إلى الشركة لسداد الدفعات الخاصة بالمشروع ويكون ذلك مقابل تخصيص الأوراق المالية للمستثمرين ويمكن إتمام عملية طرح التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية عن طريق نموذجي عمل إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق استخدام الشركة ذات الغرض الخاص تمام فكانت غاية الهيئة من تنظيم تمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية تحقيق عدد من المستهدفات يمكن نذكر رحنا أهمها الأولى لها توفير قناة تجمع ما بين المستثمرين ورواد الأعمال أو نقدر نقول أصحاب المشارع الصغيرة من التوسطة زيادة الوعي الاستثماري والمالي لدى المتعاملين بعملية التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية زيادة مستوى السيولة في السوق وإتاحة أيضا فرص استثمارية لصغار المستثمرين وأيضا فرص تمويلية لرواد الأعمال فهذه المستهدفات أو نقدر نقول هذه الأمور التي تستهدفها الهيئة من تنظيم تمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية نحن عندنا ثلاث أطراف رئيسية ممكن حتى نشفناهم بالفيديو اللي توه عندنا ثلاث أطراف رئيسية بإتمام عملية تمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية عندنا مصدر العرف وعندنا منصة تمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وعندنا المستثمرين مصدر العرف نحن نقصد فيه شركة الشركة التي تطلب التمويل مصدر العرب وعندنا منصة التمويل الجماعي هي عبارة عن نقدر نقول البلاتفور أو نظام رقمي عبارة عن ويب سايت أو أبليكيشن يتم تصميمها وإدارتها من قبل شركة أو شخص اعتباري الشركة تسجل لدى الهيئة كمنصة تمويل جماعي قام على الأوراق المالية يتم من خلال المنصة عبدالله ممكن أقاطعك مثال حي موجود اللي هو فندمي فندمي بس يكون لو نفس الميزة في الكويت فندمي يكون مرخص منكم أنتو نعم مسجل عندكم مسجل من قبل هذا المقصد منصة تمويل الجماعي فإنس ما ذكرنا نحن هي نظام رقمي سواء ويب سايت أو أبليكيشن يتم من خلاله عرض المشاريع والمستثمرين نحن نقصد فيهم الجمهور اللي يعني يبدأ رغبة بالاستثمار بأحد المشاريع اللي تنعرب على منصة التمويل الجماعي طبعاً في ثلاثة أنواع من المستثمرين ممكن ما رح ندش بالتفاصيل هذه لكن في أنواع من المستثمرين واللي كل نوع سقف للاستثمار آلية عمل التمويل الجماعي هذا يمكن مثال إن شاء الله أن يكون بسيط فإحنا قعد نبين هنا مثال كشركة A شركة A هي شركة تشتغل في مجال لوجستيكس تبيت توسع بالخليج ولغاية التوسع فلازم يتحصل على أمية ألف دينار فاللي راح تسوي شركة A راح تتجه إلى شركة تعينها على أساس تعد لها دراسة جدوى طبعاً الشخص اللي يعد دراسة الجدوى لا معايير معينة محددها أيضاً بالكتابة 19 ممكن أيضاً نخوف تفاصيلها تالي لكن تعين شركة مختصة بإعداد دراسة الجدوى وتأخذ الدراسة الشركة مع المستندات الأخرى والشروط والمتطلبات الثانية التي تطلبها الهيئة وتقدمها للمنصة المنصة تدرس هذه المستندات تدرس دراسة الجدوى وبالتزامن تقدم مستند نحن نقدر نسميه مستند العرض فالأوراق نقدر نقول المستندات إذا كانت مجمعة تسمى مستند العرض من ضمن مستند العرض دراسة الجدوى وأمور ثانية فتقدم أيضاً بالتزامن مستند العرض إلى الهيئة لا يحتاج أي pre-approval من الهيئة لكن الهيئة تدرس هذه العروض لغاية استفاءها وعدم نقدر نقول تضاربها مع القوانين واللوائح فتدرس المنصة هذا العرض وتأكد من استفاءة وتدرج العرض على المنصة بعد تأكد من استفاءة العرض لكافة الشروط والمتطلبات حقوق ما يندرج العرض على المنصة يقدر المستثمرين يدشون على الوبسات أو الابليكيشن الخاص بالمنصة ويطلعون على المشاريع ويستثمون فيها بشكل مباشر فهذا باختصار آلية عمل تمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية يمكن هناك بعض الأمور أو بعض المعايير المتعلقة بمصدر العرض أو نقدر نقول بعض الشروط أو الضوابط الموضوعة على مصدري العروض أو على الشركات فإحنا عندنا إذا شركة تطلب تمويل لازم يكون شخص اعتباري خاضع لقانون الشركات مرخص من قبل وزارة التجارة ما يقرس مال مزدر العرض عن خمسين ألف دينار ويقتصر طبعا الشكل القانوني على ثلاثة أشكال بالنسبة للشركة التي تطلب التمويل ذات مسؤولية محدودة مساهمة مقفلة وشركة توصية بالأسهم يقوم أيضا تعيين مراقب حسابات مقيد لدى الهيئة وطبعا فيه أنواع من الشركات يحضر عليها التقدم طلب الحصول على التمويل من أمثلتها الشركات المحاصة الشركات المساهمة العامة وطبعا مع الشركات التابعة الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة أيضا ما يحضر عليهم طلب التمويل والجمعيات النفع العام وشخصيات الاعتبارية الخيرية وطبعا الشركات اللي عندها راسمان المدفوع أكثر من خمسمائة ألف دينار فهذه بالنسبة حق الضوابط الموضوعة على مصدرين أو مصدرين العروف والحين شاء الله زميك تليل طالب راح تتكلم عن مستشار الاستثمار الآلي يعطيك العافية عبدالله وبالنسبة حق خدمة مستشار الاستثمار الآلي هي ثاني خدمة من الحزمة الأولى من خدمات التقنيات المالية اللي نظمتها هي أتسواق المال فخدمة مستشار الاستثمار الآلي أو فينانشل روبو أدفايزري أو ديجيتل فينانشل أدفايزري نقدر نسميها بأكثر من مسمة هي كانت موجودة بخلاف سيكوريتيز بيست كراودفندي الروبو أدفايزري كانت موجودة قبل إصدار الأطار التنظيمي لهاية أسواق المال لها ففي شركات يمكن سمعنا أن كانت تزاولها حتى من قبل إصدار الكتاب التاسع عشر تحت رخصتها القائمة لمستشار الاستثمار لكن يأ الكتاب التاسع عشر علشان يعطيها تنظيم لأن طبيعتها تختلف لأن الفرق بين خدمة مستشار الاستثمار الآلي والاستشار الاستثمارية الطبيعية أن هذه قدمها بشر وهذه الآلة هي اللي تقوم فيها فهذا الفرق بينهم ويا الكتاب التاسع عشر علشان نعرف خدمة مستشار الاستثمار الآلي هي بكل بساطة عدد من الانبوتس للعميل مدخلات من نوعها من أسئلة مدى تحمل العميل للمخاطر المستثمر مدى تحمله للمخاطر قدرتها على يعني هل حاب يستثمر على المدى الطويل على المدى القصير شنو الاستثمارات اللي يبتجه لها استثمارات شرعية استثمارات عادية خارج الكويت داخل الكويت ففي نوع من السيرفي يعبيه المستثمر عند مقدم خدمة مستشار الاستثمار الآلي يجاوب على بعض الأسئلة تقوم الخوارزميات بعدها بالتعامل مع مدخلات المستثمر وتحولها إلى مخرجات على شكل توصيات استثمارية للعميل أو محافظ مخصصة على وضع العميل وتكون على حالته طبعا نماذج العمل مستشار الاستثمار الآلي عدنا نموذج العمل الهجين ونموذج العمل الآلي لكلي بنموذج العمل الآلي لكلي يكون من A to Z من تبدأ العملية لين تنتهي كلها يقوب فيها السيستم أو المنصة أين كان أما بنموذج العمل الهجين يكون فيه تدخل بشري مناقشة يعني التوصيات الاستثمارية هذه مع العميل أو إذا كان يحتاج شرح عنها هذا فيديو بس بسيط ممكن يشرح الخدمة بشكل أوضح خدمة مستشار الاستثمار الآلي هي إحدى خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة في كتابها التاسع عشر من لائحتها التنفيذية وهي تقوم على تقديم استشارات استثمارية آلية إلى العملاء باستخدام التكنولوجيا والخوارزميات بتدخل محدود من مستشار استثمار بشري أو من دون تدخل منه وهي إحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة وتكون بالشكل التالي يتم إجراء استبيان تحديد المخاطر للعميل من قبل الشركة لتحديد الأهداف الاستثمارية للعميل ومدى قدرته على تحمل المخاطر كما تقوم الشركة بالتحقق من هوية العميل عبر تعبئة نموذج اعرف عميلك KYC تقوم الخوارزميات بتحليل البيانات التي أدخلها العميل وتحويلها لمخرجات على شكل توصيات استثمارية عامة أو خاصة يمكن تنفيذ التوصيات الاستثمارية عن طريق مقدم خدمة مستشار الاستثمار الألي في حال حصوله على رخصة أنشطة الأوراق المالية الخاصة بتنفيذ وترتيب تلك التوصيات أو أن يتم تنفيذها عن طريق شخص مرخص له آخر حاصل على رخصة أنشطة الأوراق المالية المطلوبة صبعا وجود هالنوع من الخدمات الخدمات الفنتك راح تتيح الوصول لها من كافة شرائح المجتمع ونشير بالخصوص حق الشرائح الصغار بالعمر اليوم نقدر نشوف أن معظم الحضور بين عمر الثلاثة وثلاثين والثمانية واربعين فإحنا حابين نستهدف حتى الشرائح اللي دون هالأعمار اللي تقدر توصل بسهولة حق هالنوع من الخدمات الاستثمارية وما يكون في مبلغ صغير حق الاستثمار ما في مبلغ صغير أي أحد يقدر يدش المنصة وتدخل المنصة تعبي الاستبيان المخاطر وتنعرض المحافظ وهذا بالتالي راح يحقق لنا الهدف اللي شارت لأختي زهرة اللي هو الشمول المالي ننضمن شرائح أكثر من المجتمع بالاستثمار فهذا الشيء راح يحقق لتعزيز السيولة راح يحقق لشمول المالي راح يطور خدمات للإستشارات لإستشارات الاستثمارية ويجعل الخدمة هذه أكثر جدوى ناخذ مثال عندنا سارة عندها مبلغ من المال ما عندها الوقت الكافي ما عندها الخبرة الكافية عشان تستثمر فتتجه للشركة المقدم خدمة مستشار الاستثمار الآلي يعرضون عليها مثل استبيان تحديد مخاطر عشان يعرفون الرزق مالتها مثلا عندها ألف دينار ما كثر أنت مستعد تخسرين من هذه الألف 20% ما تقدر تخسر أكثر منها هل تبين استثمارات داخل الكويت خارج الكويت شرعية وهذا النوع من الأسئلة بحيث أن الألغوريثم والخوارزميات بنفسها تحلل المدخلات سارة وتحولها إلى مخرجات أو توصيات على شكل توصيات استثمارية تقدر سارة توقف هنا ما تكمل وتقدر تنفذ هذه التوصيات الاستثمارية عن طريق أما مقدم خدمة مستشار الاستثمار الآلي نفسه في حال حصوله على رخص اللازمة للتنفيذ أو أنها تتجه حتى الشخص اعتباري ثالث عند الرخص اللازمة للتنفيذ وتنفذ من خلاله هذه ببساطة خدمة مستشار الاستثمار الآلي أو الروبو أدفايزري والحين زهرة بتكمل معاكم مع مرحلة التطبيق الأولي شكرا ألطاف فيمكن احنا شفنا تاريخ تقنيات المالية الحين رح نتكلم أكثر احنا وين اليوم بالخدمتين هذه للهيئة تنظمهم فمثل ما قلت قبل يدخل كتاب تسعة التعش في الخدمتين هذي حيز التنفيذ بشهر واحد 2024 قبلها بشهر آخر شهر 12 من 2023 طلعنا قرار يخصص مرحلة التطبيق الأولي أو اللي هي خنقول شنو هدف اللي هي احنا طلعنا تطبيق الأولي هي تعتبر مثل أحكام الكتاب 19 لأن عندنا الخدمات يديدة على الهيئة يديدة على السوق يديدة على مقدمة الخدمات يمكن في نقطة مهمة ذكرتها الطاف أن فيما يتعلق بمستشار الاستثمار آلي هي ما تعتبر يديدة لأنها موجودة بالسوق من 2018 ويمنح احتمال بعضكم استخدمها بس ما كان يدري أنه قاعد يستخدم الروبو في بعض من البنوك يقدمون هذه الخدمة بس ما كان لها تنظيم فاللي صار أنه طلع لها تنظيم أما منصة التمويل الجماعي أو التمويل الجماعي القام على أوراق المالية فهذا يديد هذا ما كان موجود بالكويت من قبل هذا احنا شايفين برا سواء تكلمنا عن فاند مي أو كيكستارتر برا الكويت بس ايضا هذا موجود بشكل كبير بالسعودية عندهم المنصات هناك بس احنا بالكويت هذا شي ما كان موجود ولا اعتقد الحين في منصة شذي ولا ما في راح تكون مخالفة قوانين فالحين راح تكون مخالفة قوانين طبعا احنا طريقتنا بالهيئة ان عندنا قوانين ولازم الشخص يلتزم فيها اي احد ما يلتزم بهذه القوانين يعتبر مخالف فلازم اي شخص قبل ما يقدر انه يزاول كمنصة او يزاول كمستشار استثمار آلي لازم ياخذ موافقة من الهيئة امر ثاني لان هذا شي ديد ولان يمكن يعني ما نبي نحط الزام قانوني بشكل جدا صارم بالبداية على شي ديد وندري انه ثقرات قد تكون موجودة وهذا شي ما رح يبين الا لما فعليا نجرب هالشي فنبي يكون في مرونة تشريعية نبي فيكون تواصل مستمر مع كافة الاطراف سواء الشركات اللي رح تتقدم حق الهيئة بهالخدمتين سواء المستثمرين او المستفيدين من هالخدمة اللي احنا شفنا تقريبا يمكن الكل هني يستفيد من هالخدمة فاهم من باب الشفافية ان من الهيئة طبعا الهيئة عندها موضوع الشفافية هذا من اهم اهدافها ان ترى هذا هو صد شي يديد فاحنا متوقعين طبيعي نفس اي شي يديد ثاني انه ممكن احنا نواجه يعني صعوبات او تحديات وعشان مشروع مثل هذا ينجح احنا محتاجين خنقول كافة الاطراف لان هي مو مجرد الطرف الوحيد بهالمشروع في اطراف ثانية في جهات ثانية بالدولة هي ايضا معنية فمسو ما يقول يعني ايد واحدة ما تقدر تصفق فاحنا محتاجين ان كافة الاطراف تكون خنقول يعني متعاونة عساس انه ينجح هذا المشروع فنبلش بـ 2021 2024 هي كانت بداية مرحلة التطبيق الاولي من هالتاريخ احنا فتحنا تقديم الطلبات وتوفيق الاوضاع طبعا توفيق الاوضاع شنو معناتها هذه بالنسبة حق الشركات اللي كان اريدي عندهم مستشار السمار االي قبل يوفرون هذه الخدمة من قبل اي هذه الخدمة اللي كانت موجودة من 2018 بالكويت بس انا ما كان لها تنظيم ولا اطار شرعي بالضغط فهذه فتحة توفيق الاوضاع ان اوكي الحين صار في هذا الاطار وفق اوضاع وممكن يعني ما يحتاجون ان يغيرون اي شي من عندهم ممكن احنا طريقة عملهم متوافقة مع الكتاب 19 فعلى حسب كل شركة ومرحلة تقديم الطلبات مرحلة تقديم الطلبات تخلص ان شاء الله الشهر اليوم اللي هو 1-7-2024 فاحنا اليوم بها المرحلة اننا قاعدين قاعدين نستقبل الطلبات قاعدين نقاعد مع شركات قاعدين نقاعد مع جهات مختلفة بالدولة علشان اننا نتأكد من نجاح العملية هذي فأهو ليه اليوم ما في احد خنقل حصة على موافقة الهيئة حق هالخدمتين والباب عليحي مفتوح لي 1-7 من 1-7 راح يسكر باب الطلبات وهني تبلش الهيئة انها تدرس حسب الشروط اللي هي مكتوبة بالكتاب 19 نشوف اذا الشركات كانت مستوفية يكون في تواصل معاهم والباك وصولا الى متى ما كل شركة على حسب استوفة الشروط اللي موجودة متى ما شركة استوفة الشروط اللي موجودة طبعا راح يتم تسجيلها عندنا بالهيئة وراح يتم الاعلان قائمة اشخاص المرخص اللي عندهم ترخيص من الهيئة قائمة مراقبي الحسابات المسجلين فهم ايضا ان شاء الله متى ما صار عندنا مقدمي خدمات تقنيات المالية هم راح يكونوا ان شاء الله موجودين على الوابسايت بعدين حطينا فترة سنة اللي هو من 1-7 لـ 2024 إلى 1-7 لـ 2025 هذي خنقول فترة مزاولة يمكن نسوي استبيانات مع الشركات اللي قاعد تقدم ايضا هم من المستثمرين شنو في ممكن صعوبات واجهوها سواء من ناحية تشريعية او من ناحية التنظيم الخدمة نفسها او الـ منعقب فترة هالسنة راح يكون عندنا احنا بالهيئة اللي هي فترة التقييم نبين نقيم الاطار التشريعي نبين نقيم القوانين هل هي مناسبة عندنا بالكويت هل في مثلا نسمى شو ستوب هرز قد ما تكون مثلا بالهيئة قد تكون عند جهة ثانية قد تكون عند المستثمرين فهذه كلها فترة تقييم فهذه نقول بشكل عام هي مرحلة التطبيق الاولي حق هذه الخدمتين وهذا وين احنا اليوم بضط بالنص بقى شهر على بضط ويعني للأمانة صراحة التفاعل يعني حلو اللي قاعد نشوف هذا سؤالي بس بس يعني بتكملين ولا نبدأ نسأل اعتقد هذا اخر شي بس اخر شي انا ذكرت ويبسايت الهيئة احنا هم يعني تزامن احنا قاعد نسوي حملة وعوية مكثفة عندنا بالهيئة على موضوع الفنتك مثل ما شفتوا الجدول يعني اللي حطينا ففي صفحة سويناها مخصصة عن التقنيات المالية تقريبا نفس الكلام اللي احنا تكلمنا عنه هذا كله موجود في لينك يوديكم حق الكتاب 19 بشكل مباشر الفيديوهات موجودة اهم في حطين ايميل مخصص انكم تتواصلون بشكل مباشر معنا مع تقنيات المالية اذا كان في حتى اي سؤال اي شيء مواضح يعني ان شاء الله دائما موجودين ومسلا ما قلت هذه فترة احنا نبي كن فيها تواصل هي جدا فعالة بالتواصل خاصة ما شاء الله امبين ان انتم فعالين لان كثير ما تقولون تواكبون الخنقل الشارع والمتطلبات السوق انكم تقدمون هذه الخدمة وتحطو لها اطار شرعي لانه لما يكون في اطار شرعي تبدأ هنا الخربطة وتبدأ الناس تستثمر تقول لهم الاستثمار غير ناجح لان انت دشيت في مكان غير مرخص ولا عنده عمل واضح بالضغط طبعا من اهدافنا هي حماية المستثمرين ونفس اي شيء يديد طبعا هم رح يكون مصاحب معه مخاطر فهم يعني اللي نحب يعني انواضح ان مهما يكون ان الهيئة تقوم بدورها دائما يكون في مخاطر السوق دائما يكون في مخاطر لها الاخطار النمطية فهذا شيء متوقع ومع اي شيء يديد هم في مخاطر يمكن يديدة بنفتح مجال سئلة بس عندي اول سؤال اللي هو سؤال هل شون تجاوب السوق معاكم وهل في طلبات تم تقديمها وين وين كان في تجاوب حق الخدمتين في طلبات مقدمة مقدمين معنا وانحنا على تواصل معاهم بس مثلا ما قلت اننا لان ما عندنا احد وصل حق مرحلة النهائية بس يعني في تجاوب حلو في شركات ايا وصراحة مثل ما اقول يعني في تحسين عندهم محفزين يعني 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 يائيين وهم مشتطين ويعني يبون يبون طب قلوا لائحتكم بالضغط ايه يعني 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 اخيرا في تنظيم يعني ان حق هالشي وان صار في شي يديد يفيد رواد الاعمال يفيد المستثمرين الصغار يفيد فأة يمكن يعني العادة الهيئة ما تكون هي يعني ما تسلط الضوء عليها من ناحية قوانينها يعني قوانينها مشكورة نبتح مجال لسئلة نبدأ في سؤالي في عندكم حلول لمعالجة المخاطر في تطبيق تكنولوجيا التكنولوجيا المالية تغنية تكنولوجيا المالية هل عندكم حلول لمعالجة المخاطر هي مشكور شكرا هي يمكن يعني كلمة معالجة المخاطر يعني صعب انت تعالج كافة المخاطر بس احنا دائما نقول ان احنا نخفف من اثرها نخفف من اثر هذه المخاطر او فالهيئة شنو سوتها بالبداية احنا عندنا مثل خنقول يعني رقابة سابقة ورقابة لاحقة الرقابة السابقة انه هي بالشروط اللي لازم تستوي فيها هذه الشركات انها تسجل عند الهيئة على سبيل المثال مثلا يعني حاطين راسمال في سياسات واجراءات مضمنها مثلا من جانب التكنولوجيا ففي سياسات لازم تكون موجودة في بعض من المتطلبات ان يكون فيه موظف وهو معني بإدارة تقنية المعلومات حق هالشيء فهذه خنقول يعني احد الامثلة اللي هي من جانب الرقابة السابقة من حيث الرقابة اللاحقة نفس اللي احنا نسوي مع الشركات الثانية اللي تكون مرخصة او مدرجة عندنا طبعا التفتيش المكتبي والميداني رقابة المكتبية والميدانية ففي حتى بالكتاب 19 في يعني عدد من التقارير التقارير هذي اذا احنا نتكلم على اللي هو تمويل جماعي القائم على الأوراق المالية المنصة عندها تقارير دورية ادزها حق الهيئة وكيل الاكتتاب اللي يدير المنصة هم عنده تقارير دورية يدزها حق الهيئة المصدري العروض او الشركات اللي هي طالبة التمويل ايضا عندها تقارير مع المنصة والمنصة اللي هي تزودها حق الهيئة وهم في تقارير اخرى اللي هي معنية بمستشار استثمار الآلي فهذه خنقول يعني الجوانب اللي الهيئة حطتها انها تخفف او من حدة او اثر المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا المالية شكرا دكتور شكرا جزيلا احمد الكواز اقتصادي انا قبل شكر للمديرة الندوة والاسادذة اللي اثرونا في المعلومات الخاصة بالفنتك بس قبل لا اشير انا راح تكون مداخلات اقتصادية بحتة علاقتها بالفنتك قبل لا اشير لهذا التعريف اللي يقدم من قبل صندوق النقد الدولي هناك اذا سمحوا للاسادذة هناك تعريف اكثر مقدم من البي اي اس وداخل البي اي اس مثل ما تعرفون في ال اف اس بي فاينانشال استابلتي بورد عنده تعريف جدا انكلوسيف فمقترح لحضاراتكم انه يعتمد على هذا التعريف في الفنتك كان بيودي ان يكون في هذه المحاضرة احد من البنك المركزي خاصة من ادارة البحوث الاقتصادية كل ما اضطر اقتوله مهم جدا مؤسسيا وتنظيميا ولكن المحصلة النهائية مالته اثارها على الاقتصاد الكويتي واثارها على اي اقتصاد اللي رح اثر فيها هو السياسة النقدية فاول تحدي جاي تواجه الفنتك هو تأثير على الارض النقدي وهناك دراسات كثيرة عملت في هذا المجال انه سرعة تداول النقود اعتمادا على الفنتك سوف ترتفع وكل ما يزيد الناتج المحلي الاجمالي سوف تقل سرعة التداول وهناك معادلة معروفة تعرفها الاستاذة هيا خريجي اقتصاد معادلة فيشر ويستخدمها البنك المركز كثير اللي هي العرض النقدي في سرعة تداول النقود يساوي الناتج المحلي الاجمالي فالتفضلت فيه لون عكاسات قوية على هذا الجانب فضل الاستاذ وكان سؤال مهم عن المخاطرة في مجال الفنتك وهذا يمثل احد الاشيوز اللي يتعامل معها البي اي اس انه كيف سوف يزداد الاحتياطي من خلال زيادة العرض النقدي صح فقد يضطر البنوك المركزية الى تخفيض العرض النقدي التقليدي حتى يفسح المجال للعرض النقدي الرقمي الرقمي ياخذ مكانة نقطة المهمة جدا وتفضلت فيها حضاراتكم مشكورين هي تأثيرها على الاس ام ايز صح فالان فيه مثل ما تعرفون كيرز تو بير صح كير تو بير لذنج كير تو بير او ما يسمى بي تو بي او السوشال لندن او كراودين لندن هذا ممكن تعقدين داء ومدين من خلال الافراد بدون المرور بالفاينانشل انستيوشن كلش اصلا بعيد فاينانشل انستيوشن يعني اكسكلودد من العملية كل الولايات المتحدة التعامل الغير الآمن وصل 38% والآمن وصل 8% فعندك توجهات قوية جدا تحيد التقليدية ما رد اخذ وقت فيه نقاط اخرى دكتور احنا من هذا المنبر ان شاء الله يا رب الله يعني يسر لنا ونقدر ندعو احد من بنق المركزي ويكون الحوار وياهم على نفسه وقت الاخرين بس ما رد اشير لنقاط اخرى شكرا لا 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 ما اقصر مشكور دكتور يوسف فيصل فيصل قادمة انا اتخرج كل ارادو ما شاء الله اي جامعة كل ارادو بولدر اي انا بولدر بعد اي بس عشان تريف اي عشان تريف اي مغريب علي دكتور صح المهم ان يكون نشر الوعي في المجتمع جزء من رسالتكم صح صح وربما ابراز المخاطر انا في مخاطر في تخص الفيرد كذلك مهم جدا ان نعالج مثلا في عندنا مادة في الدستور تقول تشجع الدولة على الادخار احنا في مجتمع ربما يكون مصرف مجتمع استحلاكي 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 ونشوف شلون بالتكنولوجيا بالاستثمار الجماعي في نقدر نساعد يعني في امريكا من ستين سنة بدأو اعتقد اتمنى ان تاخذون هالأمور هذه في الاعتبار في خططكم المستقبلية اشكراكي اشكراكي انا طبعا لاحظت ان تركيزكم اكثر على الاستثمار استثمار يعني اعتقد ان نشر الوعي لازم يكون هدف خصوصات مؤسسة عامة مثلكم وتشجيع على الادخار والاستثمار فهل عاملين هذي اتمنى ان تكون ضمن دراساتكم وهو لا تحدي مو بس ضمن دراستنا هي اصلا من اهداف ورسالة الهيئة يعني احتى هي موجودة عندنا بالوافش سايت ان من يعني رسالة الهيئة انه هو خلق بيئة استثمارية جاذبة ومن اهداف يعني 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 هدف اللي مكتوبه بصريح العبارة موضوع التوعية هذا يعني مكتوبه بصريح العبارة ان التوعية والثقافة المالية فهذا احنا نحرص عليه مو بس بالتقنيات المالية هذا بشكل عام يعني بكل اعمال الهيئة بس شنو سوينا احنا مع التقنيات المالية انه سوينا حملة توعوية خاصة بالتقنيات المالية بالفترة الحالية لأن مثلا ما تفضل لأنه هو شيء يديد وصج فيه مخاطر في مخاطر احنا عارفينها في مخاطر احنا ليلحين معارفينها وهم مع سرعة التكنولوجيا يعني مو بس بالكويت حتى نبرة كان نشوف مثلا مع الاي اي الان كل المخاطر اللي المتوجه لها العالم من جانب مثلا الاي اي هذا يمكن احنا ليلحين ما وصلنا لبس اكيد رحنا وصلنا فاكيد اي طبيعي في المخاطر بس اي جانب التوعية هذا اكيد ويمكن هذي هاته النقطة اللي ذكرتها بالبداينا دايما البيمنس هو اللي متصدر لأنه هو اكثر الناصح اللي تستخدمه وهذا عند البنق المركزي ممكن نفس الموضوع النقد والدجيتال كرنسي الحين ماشين في هذا كلها امور عند البنق المركزي احنا هي اسواق المال لاننا معنيين كجانبنا اوراق مالية واستثمار ويمكن حتى هذا اللي قالتها الطاف ان مثلا ما قلت احنا مجتمع استهلاكي لان ناس خاصة الصغيرة عندها مثلا نقول امية دينار تفكر تبي يبون يشترون فالميزة هنا انه اوكي انت عندك امية دينار لا والله ترا تقدر تروح حق احد عندها روبو ادبايزري او مجرد اي احد عندها ايباد تليفون يعني حتى اذا ما يقدر اوه ويخلق لحساب ممكن ان الاهل هنا يخلقون له ويحط هالامية انه يستثمرها ونفس الشي او مثلا بالتمويل الجماعي يمكن تمويل جماعي لان الريسك ماله اعلى لان الشخص قاعد يمول اساميز او يعني شركة صغيرة او خنقول يعني فيها رسك اعلى لانه هم ستارتابس يعني فهني هم يعني ليش احنا نحب دايما هم نفرق الخدمتين يعتمد ان الواحد شنو هدفه وشكسر هو ممكن يقدر يخسر ولازم يكون يعني خنقول خاصة التمويل الجماعي لازم يكون المستثمر عندها ثقافة اكثر من اللي من نتكلم عن مستشار الاستثمار الالي مستشار الاستثمار الالي هذا بضضط هدفه يخدم الفئة اللي ما عندها الثقافة خنقول الاستثمارية ومالية وما عنده يعني مبلغ كبير انه يروحك شركة كبيرة ويقعد معا يعني خنقول شخص هو مستشار استثمار ويسوي للمحفظة وكل هالأمور فبضط هذي هي الفكرة فانشالله يعني ان ان شالله نوصل حق الهدف هذا مشكورة زهراء عندنا آخر سؤال احنا بدأنا ثمان وربع سبع وربع ونخلص سبع وربع بالضبط ان شالله بالوقت على موضوع المخاطر بالفينتك هالمرة عليكم الكيس مالت واير كارد اللي هي فينتك ألمانية واير كارد واير واير كارد كارلي واير كارد ممرة عليكم هذه فينتك ألمانية في سنة 2021 هي بايمنت سيستم نفس نظام الكينت وعندهم كان أوبريشن في دبي وفي سانجافورة فاكتشفوا بعدين اقتلاس مليار يورو وألمانية وتحت القانون الألماني فهذا تعقيب على موضوع المخاطر يجب أن تكون مرة عليكم هذه الكيس والسؤال الأخير أكس بي آرل شينو صار على هالمشروع أكس بي آرل هذا يمكن خارج نطاق نطاق ناية هذه إدارة ثانية بس هل لا أعشي الموضوع أو لا؟ خارج نطاقنا للأسف ما نقدر أن نتعلم ما أعتقد لنا ما عندنا المعلومة أصلا متحت إدارتنا متحت إدارتنا متحت إدارتهم بس إن شاء الله هي تصغل مالنا بواحدة من الإدارة يتجاوب هذا السؤال إن شاء الله بس إذا تسمحي لي أضيف شغلة عن المخاطر بالنسبة حق الروبو أدفايزري في حتى يمكن خبرة الأخ عبد الله في زيارات ميدانية تصير حق الأشخاص المرخص لهم تزور الهيئة تقوم بزيارات ميدانية وتتأكد أن السيستم ما شيء في موجودة الأوراق موجودة البيانات وفي حتى الطلبات التقديم المقدمية الخدمات التي تتقدم لنا تندرس بعناية وحتى السياسات والإجراءات بالنسبة حق السايبر سيكوريتي بالنسبة حق الشاينيز وول هذه كلها التفاصيل لازم تكون مذكورة في سياسات وإجراءات مقدم الطلب علشان يتم الموافقة عليه وتسجيله في حيئة أسواق المال فيعني هو مو أي شخص راح يقدم راح يتسجل فدفنت لي أكيد فيه إجراءات ومتطلبات فيه بعد أن حتى من المتطلبات أن يكون فيه تستنج من طرف ثالث فحتى هذا يعني مخي نقول من الأمور اللي نحن نحاول نحضم المخاطر بس يعني هو أكيد يعني مثل ما يعني تلسق بأي مكان مهما يكون أن الجهة الرقابية تحط القوانين وتحاول أن تفرضها يعني دايماً في مخاطر اللي نسمحة مخاطر النمضية لها الاعتيادية بس يعني فضل على الدرس أنا بس دكتور مسيالك بالخير أنا درست عندك محاسبة بجامعة الكويت بس دكتور على موضوع الواير كارد هي هذه يعني نقدر نقول فرودلنت براكتس هي حصلت وبعدين يعني لها علاقة أيضاً بجانب البنك المركزي فهذه كانت فيها أمور بالفايناشر ريبورتين وهالأمور لكن مو مقتصرة بالجانب التقني فقدت أذكر الشركة كاش وكما تعذر لي التفاصيل كاملة لكن فقدت كاش وصارت فيه مشكلة نفس ما قلت فرودلنت براكتسيز أكثر منها مشاكل تقنية نقدر نسميها فبس هذا الرد شكراً لخير شكراً لخير خالد الصقر مدير مكتب التوعية بهيئة سواق المال أحب أكد دكتور فيصل طبعاً مثل ما ذكرت لغت زهرة قانون إنشاء هيئة سواق المال اللي هو رقم عشرة لسنة 2010 أحدد بالهدف السابع التوعية وتبنينا نحن في مكتب التوعية أو الهيئة بشكل عام المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي وقطعنا شرط طويل الحين والله الحمد مع مجموعة جهات متخصصة بالكويت وكافة الجهات الرقابية طبعاً اللي متخصصة بالشأن الاقتصادي مثل البنك المركزي وغيرها وقطعنا شرط مع وزارة التربية وابتدينا مجموعة برامج من سنة 2017 ومتجهين إن شاء الله إلى تحديد مناهج فيها لوائح وقانون هيئة سواق المال واللي تحث على تأسيس النش احنا بلشنا من المراحل المتوسطة والثانوية والكليات والجامعات وهدفنا تأهيل النش اللي هم مستثمرين المستقبل إن شاء الله بأهمية الاستثمار واللي أهم منه الاستثمار السليم المبني على أسس وأسس رقابية محددة بالإضافة إلى أنه مؤخراً تم شهار أكاديمية أسواق المال بالكويت ويحالياً قيد التأسيس الإداري خلال السنة القادمة إن شاء الله راح تكون فيها مراحل متقدمة ورح تقدم مجموعة كبيرة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية محلية وعالمية فيما يتعلق بشأن الاستثمار بالأوراق المالية بشكل عام ورح تعطي شهادات ودورات متخصصة بالإضافة إلى الشأن التوعوي المجتمعي العام فهذا يعني أحد المشاريع المدرجة بخطة الدولة بشكل عام شكراً أعطيكم العافية ما قصرته وسنبي صورة وياكم مشاريع